أعايز أكلمكم بقى على الحصن المبارح مش هسيب عنها مباراة بيراميدز واسموحة بص هقولك الرأيين وتعالى نفكر بالعقل مع بعضك ده بيهدوه بس عشان الأمور دي دايما لازم تتاخد أهلي وزمالكم نفس هتقولي أهلي وزمالك ازاي هقولك ما هو يعني بطبيعة الحال بعض من جميع الناس الزمالك عايزة بيراميدز يبقى ماشي كويس عشان الأهل المنافس الزمالك ما يكسبش يعني الحاجات اللي احنا مش بنقولها يعني ما بتتقلش بس ما هو ده طبيعي يعني ومنطقي عشان برمز بالطبيعة الحال ما عندوش جماهير يعني اللي حصل مبارح أنا أول ما شفته ده اسمه بالنسبة لي زرف كهري في حريقة حصلت يعني حتى لما حصل الجدل بعد المباراة عادت أقول للناس هو جماعة هو لما يحصل حريقة ده من زرف كهري يعني لما يحصل حريقة المفروض نكمل المباراة ده 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 ايه ده التفكير المنطقة الطبيعية اللي من الوهلة الأولى أنا شايف حريقة حتى لما الكاميرا فضلت على المباراة واللعيبة لسه في الملعب والحكام ده مش بس كده ده كان فيه جماعيه وقفة في المدرجات جنب المحاول اللي اتحرق وأنا عمالة أسأل نفسي هالناس دي ما خرجتش برا الملعب ليه عشان برضو دي من الحاجات الغريبة دي حاجات برضو عدت كده أنا شايف ناس في المدرجات وقفة جنب المحاول اللي اتحرق وشايف لعيبة لسه موجودة في الملعب وشايف أجهزة فنية كلام ده لما يحصل في أي مكان في العالم اخلي كل الناس بتبقى عش موجودة بس احنا كان عندنا أمل ايه ان المباراة تكمل بعض الناس قالك لأ نكمل المباراة لأ عشان من نخش في جدره بتاع طب وارواحي إن شاء الله خير الجملة الشهيرة بتاعتنا اللي ربنا هيعوزه هيكون بطبيعة الحال يعني كلنا مؤمنين فتمام مش خلصة المباراة وطلع أحمد دياب رئيس رابط الأندية وقال لك انه خلاص اللايحة بتقول ان المباراة طعاد طيب هي كان الجدل ايه انه كانوا متعدلين سموحة وبراميدز واحد واحد بس سموحة كان هيلعب الشوت تاني كله ناقص لاعب عشان كان اطلب منه الهاني سليمان مع نهاية الشوت الأول فأكيد فرصة أكبر لبراميدز انه يفوز بالمباراة اللايحة بتقول لو ظرف قهري تعاد المباراة لو انقطاع في الكهربا تحسب النتيجة للفريق الضيف اتنين لشيء فجيب بيراميدز النهاردة وقال لك حسب الراجل مسؤول عن الشؤون القانونية في النادي قال لك لا المباراة دا كان انقطاع كهربا واحنا مش مسؤولين عنه وبالتالي تحسب المباراة بفوز بيراميدز بهدفين دون رد وده مش ظرف قهري عادي تسأل وطقص عادي تسأل وطقص في رأي ولهم منطقه برضو خد بالك يعني بالح كان عندي رأي صارم جدا انه ما حدش يتكلم معايا ده ظرف قهري هيطلع يمين هيطلع شمال ده ظرف قهري بس لما تسمع القراءة الاخرى تلاقي فيها من المنطق الرأي الاخر يقول لك ايه يقول لك ما هو سموحة ده ما قدي مباراته وهو اللي اختار نوعي يلعب بالليل فاختار نوعي يلعب بالليل فيبقى مأمن اموره كلها لا علاقة بالامور الكهربائية والاضاءة والكلام ده كله فحاجة حصلت مشكلة فدي مشكلة سموح وهو اللي يتحملها انا مليش دعوة كفري ضيف حصل حريقة ما حصلش حريقة ده رأي في رأي تاني شبهه يقول لك انه لو كل واحد حس ان المباراة هتروح منه ولا نار كده بسيطة مش حريقة يعني طفى نور اي حاجة والمباراة تتعادت فكده هتبقى مصلحة ليه فلازم الموضوع ده يتقفل من بابه هتقول لي انت كريم ميال لي ايه هقولك انا كنت ميال ان المباراة تستكمل على ظروفه اظن ده كان كله هيرضى بيه كانت كله هيرضى بيه كانت تستكمل بس ده اصلا مش موجود في اللائحة فما يقدرش او ما تقدرش رابط الاندية تقول ان المباراة تستكمل ما تقدرش عشان مش موجودة في اللائحة فتعمل ايه فتعمل مشكلة اكبر احساسي ان الموضوع ده مش هيخلص بسهولة مش هيخلص بسرعة هنطول فيه وبرامدز هشتكي اكتر وممكن يساعد اكتر مش هيخلص بهدوء تصوري وان كنت طبعا اتمنى يخلص بهدوء بس احنا متعودناش ان في حاجة بتخلص بهدوء عندنا اذا كان اللي بيبقى عنده نص حق بيحاول يقعد يلف حاولي نفسه عشان يجيبه فدول الشاي فيه وعلى فكرة بالمناسبة لو ببرامدز خاد اللي هو عايزه في النهاية ما اسمعها هيعترد هيقولك لا انا مالش المنبارات حسب عليها ليه ده في حريقة هلعب ازاي وفي حريقة هنقعد نلف عشان بس ما ايه انا عارف ان كل واحد هياخد الرأي حسب انتماؤه بس اللي اتنين فيهم منطق اللي هيحة بتقول ايه اللي هيحة بتقول ان المباراة تعاد دي اللي هيحة بتاعيت نحن هيحصل ايه بعد كده الله وقال